بعد هزيمة تنظيم داعش في العراق ومغادرة المسلحين لكنيسة السيد العذراء في بلدة قرقوش العراقية رفعت تمثال كبير لأمنا مريم على قبة جرس الكنيسة استعداداً لاستقبال قداسة البابا فرنسيس خلال زيارته التاريخية المنتظرة للعراق في الخامس من شهر أذار المقبل ويعتبر مزار السيد العذراء الذي يحتضن كنيستين إحداهما تعود إلى القرن الثالث عشر الميلادي من أشهر أماكن العبادة في مدينة قرقوش التي غادرها معظم أهلها عام 2014 إلى إربيل ومناطق أخرى في كردستان العراق هرباً من بطش المسلحين الذين حولوا الكنيسة إلى ثكنة عسكرية وميدان للرماية وتخزين الأسلحة بعد أن تعرضت للنهب والتدمير أثناء الاحتلال وبعده وقد اكتملت عملية الترميم بوضع تمثال مريم العذراء على قبة المقام المقدس